وإلى بشائر الخير والرحمة واليوم الثالث على التوالي تتواصل هطول الأمطار على المناطق الوسطى من الدولة بفعل تشكل سحب ركامية محلية تسمى بالروايح صاحبها برق ورعد وتركزت الأمطار في نزوة ومحافز والفاية والبداير ومرغم وصولا إلى طريق دبي العين جهة مرقب وكانت الأمطار مصحوبة برياح هابطة وعواصف رعدية أحيانا أدت إلى تجمع المياه على جوانب الطرقات ومن المتوقع استمرارها حتى الغد هذا والله أعلم وهذه اللقطات من تصوير فريق مركز العاصفة هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون التقص غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقا وجنوبا بعد الظهر والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا مثيرة للغبار ترجمة نانسي قنقر